النهاردة الأهلي في منديال كرة اليد في الدمام بالسعودية خسر أمام برشلونة كان الأمل طبعاً أنه الأهلي يقدم عرض في الشوت الثاني أقوى مما قدم لو قدم أمام قدمه في الشوت الأولاني لكنا حصلنا على نتيجة جيدة أنا ما تبعت الشوت الثاني لأنه كنا بنتهيئ أن نحن نيجي القناة ولكن يبدو أنه أصبح كرة اليد دي زي كرة السلة تحديداً اللي عبتين دول تسهى دقيقتين اتنين أو دقيقة واحدة تفلت منك المباراة بالعودة ويبدو أن أحياناً أنك أنت لما بتخلصي بتبقى إزاناً بأنك تستقبل في هجمات مرتدة سريعة والنتيجة توسع كنا نتمنى الصمود بتاع الشوت الأول لأنه أنت بتديت الشوت الثاني جيبت جوت فالفريق بقى هدفين كمل حصل إيه بقى أنا ما عرفش في الشوت الثاني ولكن يعني اللي شفته في الشوت الأول بيقول أن الأهل لو سطاع أن يلعب معظم المباراة الكبرى بهذه الوطيرة لو وصل إلى مستوى محترم جداً شوت الأول انتهى بتقدم برشلونة 19-16 وكان الأهل تقدم في البداية لكن الشوت الثاني اللي حصل فيه تحولات كتيرة فانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 37-26 الفوز الحقيقة عشان بس جمهورنا ياخد باله برشلونة يا جماعة عنده خمس ألقاب في هذه البطولة آخر سبع سنين ضيف دائماً على الفاينال على المباراة النهائية آخر لقبين خسرهم قدام ماجد بيرج الألماني الفريق القوي اللي بينافس هو الرقر أو المرشح الأول مكرر مع برشلونة فالأهل هو كان حظه أنه يقع مع النور السعودي فاز على النور بنتيجة كبيرة النور مبارح خسر أيضاً من برشلونة بنتيجة كبيرة تقريباً دابل سكور أو أكتر النهاردة برشلونة بيفوز فالأهل ييجي لمركز الثاني والنور للمركز الثالث البطولة فيها 12 فريق متقسمة أربع مجموعات برشلونة كده راح للسيمفاينال الأهل حيلعب على المركز أو في المنافسة على المراكز من الخامس للثامن والنور حينافس على المراكز من التاسع للاثناشر ده حال المجموعة الأولى الأهل الثاني فيها وبرشلونة الأول والنور الثالث إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهل في المباراة اللي جاية يحقق ترتيب متقدم برشلونة أمام هيلعب مع فوكس برلين في النصف النهائي الساعة أربعة ونص يوم السبت العصر ماجد بيرج الألماني هيلعب فايف كيلس البولندي ساعة سبعة ورب دول مباراتين الدور قبل النهائي يعني ماجد بيرج قد يكرر الفاينال مع برشلونة تاني بقية المراكز الأهل حيلعب إن شاء الله يوم السبت الساعة 12 ورب مع الكويت الكويتي الأهل والكويت الكويتي 12 ورب ظهر السبت الخليج السعودي هيلعب النجمة البحريني ساعة 2 ورب دول المباراتين بتوع المراكز من الخامس للتامن بعد كده المراكز من التاسع للاثناشر النور السعودي هيلعب سام فرناندو الأرجنتيني 8 ورب وجمعت كوينزلاند الأسترالي مع كالهيت الأمريكي الساعة 10 ورب إذن البطولة تنتهي كاملة يوم السبت في كل درجاتها تبدأ من 10 ورب الصبح أو 4 ونص للعصر لغاية 10 ونص بالليل تنتهي كل هذه المباريات عشان يتم ترتيب البطولة من الوحد يعني لا لبعد الكويت الكويتي هيلعب الكسبان ولا خلاص لا خلاص يعني لو لعب يعني هو الكويت الكويتي على الخامس والسادس أيوة ها انت هو هيترتبه من الخامس التامن بفرع الهداف يعني يعني هي مباراة هي مباراة هي مباراة وفي نفس التوقيت هيلعب الخليج السعودي مع النجمة البحريني فالأهل مهم يكسب الكويت الكويتي بسكور مريح علشان هيبقى فيه فرق اهداف مع الفريق التاني لأنه اللي هيكسب من الخليج السعودي والنجمة البحريني هيبقى ده فاز وده فاز اللي سكور عمل ايه يبقى ده الترتيب ما ينفعش من الخامس التامن بينك معيار مش صح اه لأنه انت ملعبتش نفس المنافس مهمش هيبه فيه وقت ان انت تاخد ايام كتيرة في التحديد طيب ده بالنسبة للبطولة كل التوفيل الآلي على فكرة الآلي افضل ترتيب عنده في هذه البطولة كان حق المركز التاني والميدالية الفضية في بطولة 2007 البطولة اللي استضافها هنا في القاهرة وقت الاحتفال بمعوية النادي ده فيما يخص كرة اليد